سينت بيترزبرغ رئيس المركز الثقافي الروسي العربي مسلم شايتو من سينت بيترزبرغ معك سيد مسلم بعد أن استعرضنا في هذا التقرير حجم دعم العسكري لأوكرانيا والمبالغ فعليا التي خصصت لهذا الدعم لفتتني أحدى التعليقات بأنه لو هذه المبالغ فعليا خصصت لدعم أوكرانيا اقتصاديا لما كانت ستلجأ لربما إلى الغرب إلى الناتو أو إلى الاتحاد الأوروبي وكنا قد تفدينا كل هذه الأزمة العسكرية بداية ما رأيك بهذا الطرح؟ صباح الخير إلك ولا مستمعينك ولا ضيفك الكريم الدكتور درويش فعلا لو كانت الدول الغربية ترغب بالحفاظ على الأمن والاستقرار في أوروبا وفي العالم كانت يمكن أن توقف الاندفاع للمنظمات المتشددة يعني النازجين جدد في أوكرانيا بعدم اعتدائهم على مناطق دانيسك ولوغانسك وألزمتهم باتفاقية مينسك التي ترعى العلاقة ما بين هذه المناطق والسلطة في كييف أيضا لكانت دفعت هذه القيادة من أجل الحوار الجدي والبناء مع كل المكونات الموجودة في المجتمع الأوكراني الذي قمعته وبحكم علاقاتها القريبة من روسيا كان يمكن أن تلعب دورا في حل هذه المشاكل لكنهم بمساعداتهم العسكرية يلجأون إلى مبدأهم أي إلى تصعيد الأمور وتكسيف الحالات لا إنسانية هناك وأيضا إصارة الفوضى والنعرات التي تنفع برأيهم الحلف الناتو من الصراع الداخلي في أوكرانيا وروسيا لأنهما ينتميان إلى نفس القيم والتقاليد والعداد وهذا هدف استراتيجي كانت تضاعه دائما أمامها الولايات المتحدة والنيتو هو الصدام ما بين بالأسف ممكن القول الأرتوكسيين فيما بينهم أي قسم هذه الفئة الاجتماعية الثقافية الإثنية التي تنتمي إلى قيم واحدة وهم وصلوا إلى هدفهم من خلال هذا الصراع الحاصل في أوكرانيا وما كثرت الأسلحة إلا هو تأكيد على أنها صراع تطمح الدول الغربية والنيتو بزعامة البلايات المتحدة لاستمراره لفترة طويلة سيد شعيدو فإذن كما نفهم من دكتور عبداللطيف تداعيات على المستوى الاقتصادي الكارثية تداعيات إنسانية تداعيات على مختلف المستويات ونسأل هنا تحديدا عن أوكرانيا كان حضرتك مطلع أكثر على الواقع الديمغرافي والمجتمعي والقومي في هذه المنطقة التي تشهد لربما حالة استقطاب تاريخية بسبب تعدد القوميات فيها اليوم قد يكون من المبكر أن نسأل ما بعد هذه العملية العسكرية ولكن فعليا ما الذي ينتظر أوكرانيا مع بعض هذه التطورات الذي ينتظر أوكرانيا هو احتمالان الأول هو ضعيف جدا أن تستمر الحرب وتستعمل أراضي الأوكرانية كاستنزاف دائم لروسيا وبالتالي استنزاف للشعب الأوكراني واقتصاده وحياته اليومية والاحتمال الثالث هو أن تنتهي الحرب كما تخطط القيادة الروسية وتنطق الأمور إلى العمل الدبلوماسي الساخن حكما والسياسي المتوتر ما بين روسيا وحلف الناتو والدول الأوروبية لأنها على ما يبدو وبأداء واضحا تماما أن هذه حرب ناتو حرب دول أوروبية مع روسيا على الأراضي الأوكرانية وبالتالي الضرر سيلحق بكل الدول كما قال زميلنا سيلحق بالدول الأوروبية كما سيلحق بروسيا خاصة إذا ما لاحظنا الإسلوب الذي تتبعه الولايات المتحدة يعني الدول الأوروبية ذهبت بالمقاطعة وبالعقوبات إلى أقصى حد إنما الولايات المتحدة لم تبدأ بها حتى الآن يعني حتى الطيران ما زال موجودا وشغالا بين الدولتين إذن هذه المسألة حكما ستنعك السلبا على أوكرانيا إذا لم يكون هناك حل سياسي ودبلوماسي مع الدول الأوروبية لمنعهم من استعمال الأراضي الأوكرانية ولكن يبدو أنهم تورطوا كثيرا وأصبحوا أسيري هذا الموقف يعني عندما يقولون عن إرسال ما يقارب 70 طائرة إلى أوكرانيا وهذا أمر خطير جدا لأن كل المطارات الأوكرانية لا تستوعب هذه الطائرات لأنها كلها مدمرة إذن ستكون في بولونيا ومن بولينا ستنطقل معنى ذلك انتقال المعركة العسكرية وليس فقط سياسية مع حلف الناتو هل هم يرغبون بذلك؟ لا أعتقد فقط من أجل رفع المعنويات وضخ مع معلومات كاذبة للأوكرانيين من أجل استمرار بالتصدي للكوات الروسية وبالتالي زيادة الأزمة وتعمقها وحتى هذه الأسلحة يمكن عفوا على المقاطعة يمكن بحاجة لتدريبات معينة وتهيئة الجيش لإستخدامها أليس كذلك؟ نعم هناك هذا دليل على أنهم يسعون لاستمرار الحرب لفترة طويلة لكن على ما أعتقد القيادة الروسية بالخطة العسكرية الموضوعة والتي تمارسها بشكل حذر جدا وهذا ما لا يعجب الأوروبيين ولذلك يقومون بهذه الحملة هي لن تدخل إلى المدن لن تقصف المراكز المدنية البنية التحتية لأنها بالتالي هي ستدفع الثمن لاحقا لبناء وإعادة بناء هذه الدولة إذن ما تخطط له روسيا هو الانتقال ما بعد أوكرانيا للحوار مع الدول الأوروبية للعودة إلى العلاقات الطبيعية وحفظ الأمن المشترك وعدم الاعتداء فيما بينهم هذه تتطلب نوعا من الصبر وعد الأصابع وفعلا العمل الجاد الدبلوماسي الذي حتى الآن يبدو أنه مقطوع تماما تحاول الولايات المتحدة إرسال بعض الرسائل على حساب أوروبا من أجل الدخول هي بقطف سمار كل ما يحصل في أوكرانيا إلى سينت بيترزبورك بداية معك سيد مسلم عادة هذه العقوبات التي استعرضناها بغض النظر عن تأثيرها وحجم تأثيرها على الاقتصاد الروسي اليوم عندما يكون الأمن القومي معرض لخطر بالنسبة لدولتين ما هل باعتقادك سوف تساوم الدولة باقتصادها أمام أولوية كأولوية الأمن القومي؟ حكما لا أعتقد أن أي دولة في العالم تساوم على أمنها القومي مقابل بعض الأعطاءات أو بعض التقديمات الاقتصادية أو المالية وما اتخذته روسيا والقرار الذي اتخله الرئيس بوتين هذا دليل على ذلك حيث أن روسيا أيضا سترد وهي تملك من الإمكانات بالرد على العقوبات الاقتصادية أيضا بعقوبات أخرى وهي أحد أهم اللاعبين في سوق القمح العالمي في سوق المواد الأولية في مجال التنقل ونحن نعرف عندما منعت الطائرات الروسية من التحليق فوق الأراضي الأوروبية حكما ستتضرر الشركات الطيران الأوروبية لأنها بانتقالها إلى آسيا لن تستطيع استعمال الأجواء الروسية وهي أكبر مساحة جغرافية في العالم أيضا ستتضرر بالإضافة إلى أننا نعرف الكثير من أسعار المواد الخام كالغاز مثلا الغاز هو من روسيا أقل مما ستقدمه أمريكا لأوروبا بعشر مرات إذن لروسيا إمكانية لتعاطي مع هذا الملف على خلفية أن أمنها القومي هي مسألة استراتيجية في روسيا ولجأ الرئيس بوتين إلى التهديد باستعمال الأسلحة الاستراتيجية للجم القيادات الأوروبية التي هي ما بدأت بالتهديد بهذه المسألة وأيضا للجم الاندفاع نحو إطالة أمد الحرب في أوكرانيا وهو قال أن من يحاول التدخل في هذه الأزمة سيتلقى ردا لم يعرفه في كل تاريخه وهذا كله ليس تهديدا إنما هو دفاعا عن الأمن الروسي ونحن نعرف أن روسيا عندما تعرضت سوريا للخطر وتعتبره أيضا جزء من أمنها استراتيجي ذهبت وقامت بعملية نوعية استمرت وما زالت تستمر منذ سبع سنوات إذن روسيا لا يمكن أن تراهن مهما يكون الإغراءات أو الضغوطات والعقوبات وهذا لاحظناه أيضا في كازاخستان حيث قامت بعملية خاطفة سريعة لم تتوقعها الدول الغربية أيضا ما قامت به في ناقورني كرباخ لأنه يؤثر على منطقة الكوكاز ما قامت به سابقا في جورجيا سنة 2008 إذن روسيا لا يمكن أن تتنازل عن أمنها القومي بالإضافة إلى المسائل التاريخية التي روسيا عانت منها عندما حوصرت مدنها ونحن من مدينة سامترسبورغ ومدينة لينجراد حوصرت ثلاث سنوات أيام الحرب العالمية الثانية واستشهد مليون شخص جوعا وقتلا وقصفا ومرضا ولم تستسلم إذن روسيا تعرف ما معنى الأمن القومي وتعرف كلفته ولذلك لا يمكن إغراؤها أو الضغط عليها لا بالمسائل الاقتصادية ولا بالمسائل الدبلوماسية والسياسية دم سلم شعيتو في سينت بيترسبورغ وما يوصف اليوم بالمقاطعة الثقافية التي تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الغرب شفنا وسائل التواصل الاجتماعي تقطع البث عن قنوات روسية في أوروبا مقاطعة يوتيوب ديزني وورد برادرز وغيرها من الوسائل الأعلام وغيرها هل ترى مبررا فعليا في أن تصل الأمور إلى هذا الحد في هذه المواجهة هل فعلا وصلت إلى هنا هذه المواجهة وهذا التطويق التام لعزل روسيا عن المجتمع الدولي بهذا الشكل يعني هذه ليست قريبة الولايات المتحدة والدول الغربية تمارسها مع كل من يختلف معها سياسيا بالحد الأدنى حتى كما تفعلتها مع العراق مع سوريا مع ليبيا وتفعلها مع كل الدول فكيف إذا كان ذلك مع روسيا حكما ستلجأ لأكثر الأسليب وهي لم تصل إلى هذه المرحلة هي بدأت من هذه المرحلة يعني أن تحجب كل إمكانيات الرأي الآخر وهي تدعي الحرية الرأي والديمقراطية والإعلام من يحاول وحاليا بدأوا بطرد الطلاب الروس من الجامعات الأوروبية أيضا هذا مسألة لم يكن توقعها أي عاكل ما مدى خطورة ذلك اليوم وخاصة عندما يصدر ذلك من دول ديمقراطية يعني نحن بدأنا منذ فترة نشك بأنها دول ديمقراطية هذه دول تستعمل هذه الكلمة لمصالحها الخاصة ولتحقيق مقاربها لكن عندما تعني الشعوب والدول الأخرى فهي تصبح أكثر ديكتاتورية وأكثر تدخلا في شؤونهم يعني الأمور هم يحاولون الذهاب إلى أقصى درجة التوتر يعتقدون بذلك أن روسيا ستتراجع وتعترف للأوروبيين بدورهم وعلى أن ينضم أوكرانيا إلى حلف الناتو وبالتالي تصبح خطرا على روسيا هذا لن يحدث يعني اليوم ومنذ لحظات أعلنت بلاروسيا عن تشغيل منظومات الدفاع الجوية لكي لا تدرب روسيا من الخلف إذن هناك الأمور فعلا تسير باتجاه تصعدي ترجمة نانسي قنقر